السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد أهلا بكم طلاب وطالبات الصفة الخامسة الابتدائي أهلا بكم في مادتنا لغة الجميلة أيضا أرحب الطلاب والطالبات المضمين إلينا من فئة الصم وضعاف السمع سوف نقوم في درسنا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى بإثراء بعض الموضوعات حول المهارات والتركيب اللغوية التي سبق وأن درسناها بارك الله فيكم معي في لغة الإشارة الزميلة للأستاذ عبد السلام المغينيم لترجمة درسنا بلغة الإشارة نبدأ أيها الأبطال موضوع درسنا اليوم هو إثراءات الكفايات المستهدفة في درسنا التعرف على مفهوم نص الاستماع التعرف على نص الفهم القرائي التعرف على الاستراتيجية القرائية إذن أيها الأبطال سوف نبدأ بأداب الاستماع أداب الاستماع بارك الله فيكم أستخدمها وأقوم بتطبيق هذه الأداب عندما أستمع إلى نص مسموع إما في مادة لغتي أو أي مادة أخرى أيضا عند شرح المعلم والمعلمة أيضا عند الاستماع لخطبة عند الاستماع لكلام مفيد إلى آخرة أيها الأبطال بارك الله فيكم نركز أيها الأبطال ونستذكر هذه الأداب أولا الإنصات الجيد الإنصات الجيد ثانيا النظر إلى المتحدث ثالثا إظهار ملامح الفهم رابعا تجنب المقاطعة خامسا الاستجابة للمتحدث والتفاعل معه سوف أتحدث عن هذه العناصر الخمس أو هذه الأداب الخمس بشكل مفصل بسيط الإنصات بحيث أيها الأبطال أنني فعلا لا أله ولا أتحدث ولا ألعب أثناء الاستماع لدرس أيضا أستطيع تطبيق هذا الأدب مع القرآن الكريم أيضا في خطبة أيضا عندما أجلس مع والدي ووالدتي أيضا في الفصل مع المعلم والمعلمة والأهم من هذا عندما أستمع لنص السماع في مادة لغتي بارك الله فيكم أيضا النظر إلى المتحدث بقدر الإمكان أيها الأبطال وأنا أستمع كلما استطعت تركيز نظري إلى المتحدث سوف أكتسب وأفهم ماذا يريد مني أو ماذا يقول أو ماذا يقرأ عندما أركز النظر للمتحدث إظهار ملامح الفهم في حال أن الذي يتحدث معك شخص أمامك مثل الوالد أو الوالدة أو المعلم والمعلمة أيضا الخطيب في المسجد إظهار منامح الفهم الفهم عند إصدار الأوامر مثلا أو التوجيهات إلى آخره تجنب المقاطعة وهي من أهم النقاط لماذا أيها الأبطال الآن وأنا أشرح لكم عندما يقاطعني أحد بسؤال خارج الدرس ربما يقوم بجعلي أترك عنصر معين أو أن أنسى مثلا نقطة كنت أريد أن أركز عليها أثناء التحدث أو عندما أريد أن أذكر لكم واجب فيقوم أحد الطلاب بطلب أمر خارج الدرس سوف يشتت التركيز باختصار للمتحدث وضحت الفكرة أيها الأبطال أحسنتم الاستجابة المتحدث والتفاعل معه عندما أطلب منكم سؤال عندما أطلب منكم أمر تقوم بتنفيذة أو سؤال كما كنا نفعل في الدروس السابقة عندما أطلب منكم إقاف المقطع أو نناقش سويا الأسئلة ونعود ونستمع إلى الإجابة أو ننظر إلى الإجابة بهذه الطريقة أيها الأبطال إذن هذه أداب الاستماع أيضا كيف أقوم استماعي لا شك أيها الأبطال أن الجميع عندما يبدأ في الاستماع سوف يكون قدراتها للاستماع تختلف عن قدرات الغير وهذا أمر طبيعي عند الإنسان وعند الناس جميعا ولكن كيف أقوم تسميعي بحيث أولا أني أكون على قدر عالي من الاستماع أيضا أن أتأكد من أنني فهمت ما طرح لي أو ما تم التحدث عنه من قبل المعلم أو المعلمة أو في نص الاستماع في مثلا مادة لغتي إلى آخرة لدينا ثلاث طرق أيها الأبطال أولا يتضح من خلال هذه الطرق أنني على درجة معينة من الاستماع أو قوة الاستماع ماذا أفعل بعدها؟ دعونا نتابع إن أجبت عن جميع الفقرات السابقة إجابة صحيحة إذا كان بعد نهاية الدرس قمت بطرح عدة من الأسئلة أو بعد نصر الاستماع كان هناك عدة أسئلة وقمت بالإجابة عنها فإذن فمستوى استماعي هنا تحديد أيها الأبطال إذا كان أجبت على أغلب هذه الأسئلة فمستوى استماعي جيد أما إن أجبت عن خمس فقرات أو على حسب ما يقتضيه الحاجة بغض النظر عن العدد إذا أجبت عن خمس فقرات فإجابة صحيحة فمستوى استماعي متوسط أخيرا إن أجبت عن أربع فقرات فأقل إجابة صحيحة فأنا بحاجة إلى زيادة التركيز بحاجة إلى زيادة التركيز أبحث عن طرق تساعدني على التركيز وعدم التشتت الآن ننتقل إلى نص الفهم القرائي نص الفهم القرائي بالتأكيد أيها الأبطال له أهداف ومن أهدافه أولا التعرف على النص الفهم القرائي تعرف كامل من خلال عنوان النص أيضا كم فقرة وردت في النص أيضا هناك صور إلى آخره ثانيا قراءة النص الفهم القرائي ثالثا اكتساب رصيد معرفي ولغوي في مجال معين هذا الرصيد اللغوي والمعرفي يزيدني أحسنتم أيها الأبطال كلمات ومصطلحات أستطيع التحدث والكتابة بها متى شئت ولكن في درسنا اليوم أو في مجال الأخلاق والفضائل لأننا ما زلنا نتبع للوحدة الأولى إذن أيها الأبطال أهداف استراتيجية القراءة النص الفهم القرائي أو النص القرائي لها استراتيجية للقراءة ما هذه الاستراتيجية سوف نتعرف عليها أولا نتعرف على كيفية تطبيق استراتيجية الخطوات الخمس إذن الاستراتيجية هذه هي عبارة عن خمس خطوات ثانيا نتعرف على مفاتيح المعرفة والإبداع وهي التي تساعدني على تطبيق الخطوات الخمس ثالثا نتعرف على كيفية صياغ الأسئلة سوف نتحدث عنها الآن أيها الأبطال أريد منكم التركيز أستطع وأسأل وأقرأ وأستذكر وأراجع هذه هي أيها الأبطال تسمى أحسنتم خمس الخطوات أو استراتيجية القراءة تسمى ماذا؟ استراتيجية قراءة لقراءة نص من النصوص قراءة مركزة ماذا أفعل؟ تمكنني من حفظ معلوماته واسترجاعها عند الحاجة أتبع هذه الاستراتيجية التي ذكرتها لكم استراتيجية الخطوات الخمس إذن استطلع النص يكون بالنظر السريع للنص عنوان النص، الصور، إذا كان هناك عنوين لكل فقرة يسحل علي فهم هذه الفقرات أيضا أبدأ بوضع مجموعة من الأسئلة حول كل فقرة كعنوان الفقرة ما أهم الأحداث أو ما أهم المعلومة التي وردت في هذه الفقرة أيضا ثم أبدأ أقرأ قراءة كاملة للنص من عنوان النص إلى نهاية النص بعدها أستذكر كيف أستذكر بالاعتماد على الأسئلة التي وضعتها؟ أستذكر النص بعد أن أستذكر النص أيها الأبطال أقوم بمراجعة الاستذكار كيف الطريقة تكون بأنني أطبق ما استذكرته على النص وأرى كيف طبقت استراتيجية الخطوات الخمس والهدف في النهاية أيها الأبطال أنني أستطيع حفظ معنومات أو حفظ هذه المعلومات الواردة في النص دون بشكل سريع دون تعب أو لتوفير وقت كيف أستطيع النص الآن؟ ألقي نظرة سريعة على الأجزاء الرئيسية في النص مثل العنوين أو العنوان الرئيسي ثم العنوين الجانبية والسطر الأول من كل فقرة والكلمات البارزة الرسوم والصور والجداء والمصاحبة للنص أيضا المعجم المساعد إذا لم يكن للنص عنوين جانبية أضع عنوانا لكل فقرة أستطيع وضع عنوان لكل فقرة كأن أحدد في الفقرة الأولى هنا نسب الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا في الفقرة الثانية مولدة في الفقرة الثالثة صفاتة في الفقرة الرابعة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا إلى نهاية النص عنوان الفقرة بمثابة الفقرة الرئيسية لهذه الفقرة أيها الأبطال الاستطلاع قراءة سريعة لأجزاء النص البارزة هذه هي الاستطلاع هي عبارة عن قراءة سريعة لأجزاء النص البارزة أجزاء النص البارزة كما تحدثنا قبل قليل العنوان والعنوين الجانبية والسطرة الأول من كل فقرة أيضا الكلمات الرسومات والصور والجداء والمصاحبة للنص وذلك لأخذ فكرة عامة عن النص كيف استطلع النص بهذه الطريقة أيها الأبطال ننتقل الآن إلى بهذا أكون قد عرفت عن أي شيء يتحدث النص إذا طبقت طريقة استطلاع النص أيضا وعن أي شيء تتحدث كل فقرة الآن أيها الأبطال ننتقل إلى أسأل وهي الخطوة الثانية في استراتيجيات الخطوات الخمس لقراءة النص ألا وهي أسأل الأسئلة بشكل عام أيها الأبطال هي مفاتيح المعرفة والإبداع هي مفاتيح المعرفة والإبداع لهذه الأسئلة أيها الأبطال أدوات أستطيع الاستفادة من هذه الأدوات لاستذكار ما ورد في النص من معلومات أيضا تساعدني على استذكار هذه المعلومات بأقل جهد ممكن هذه هي أدوات الاستفهام وأيضا هي بنفس الطريقة هي التي أستطيع أن أضعها رأس السؤال أو بداية جملة السؤال ما ومتى وأين وكم وكيف ومن ولماذا أيضا أيها الأبطال كيف أستطيع صياغة سؤال مناسب حول فقرة من فقرات النص أستطيع استطلع الفقرة أولا بأن أتصفحها بشكل سريع ثم أضع لها عنوانا إن لم يكن لها عنوان أعتمد على العنوان أو عنوان الفقرة في صياغة السؤال إذن كما قلت قبل قليل لو لدي نص عن النبي محمد بداية النص اسم النبي هو محمد بن عبد الله إلى آخره أستطيع أن أكتب عنوان هذه الفقرة الأولى نسب النبي وأيضا باستخدام أدوات الاستفهام أستطيع أن أصيغ من عنوان النص ما هو أو ما نسب النبي أو نعم ما نسب النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أعتمد على عنوان الفقرة في صياغة السؤال أيضا أضع أسئلة أخرى قد أراها مناسبة من خلال استطلاعي للنص أستطيع أن أقرأ في الفقرة وأستخرج كذا سؤال أو عدة أسئلة تكون مهمة سوف أستفيد منها لاحقا بهذه الطريقة أطبقها للفقرات المتبقية في النص إذن أيها الأبطال بهذه الطريقة أكون وإياكم أنهيتوا التحدث عن نص الاستماع أو أدابة الاستماع وكيف أقوم من استماعي ثم انتقلنا إلى نص الفهم القرائي وكيف أفهم هذا النص وستراتيجيات القراءة وكم عددها أيها الأبطال أحسنتم خمس خطوات هذه الاستراتيجية أستطيع عن طريقها الوصول إلى فهم النص والمعلومات المهمة أيضا أستطيع أن أستخدمها أثناء المذاكرة للاختبارات بهذه الطريقة أستطيع أن أضع أسئلة معينة وعنوين لكل فقرة وخصوصا في المواد التي تكون ذات الطابع قراءة كثير بارك الله فيكم إذن في نهاية درسنا نكون قد وصلنا إلى تعرفنا أولا على مفهوم نص الفهم القرائي أيضا تعرفنا على مفهوم نص الاستماع ثم تعرفنا على نص الفهم القرائي ثالثا تعرفنا على الاستراتيجية القرائية بارك الله فيكم إلى هنا نكون أنهينا درسنا لهذا اليوم ونلتقي بإذن الله سبحانه وتعالى في درسا قادم إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته